اشتركوا في القناة والذي يتيكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن في هذه الحلقة سنتناول بالنقاش قضيتين كانت من بين القضايا التي شكلت الحدث في المنطقات المغاربية القضية الأولى مرتبطة بملف الفساد الاقتصادي والسياسي في الجزائر واستشراء ظاهرات الرشوة سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة وثائق وثيقة منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في الجزائر وثيقة استطلاع للرأي أعدته الرابط الجزائري لحقوق الإنسان حول الظاهرة ثم وثيقة أخرى لندوة خاصة بمكافحة الفساد نظمتها وزارة العدل الجزائرية مؤخرا قضيتنا الثانية في هذه الحلقة تتعلق بتكليف الرئيس التونسي الجديد اليساري والحقوقي الدكتور منصف المرزوقي لأمين عام حركة النهضة الإسلامي حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة الجديدة سنناقش التحدية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه حكومة ما بعد الثورة في تونس فاصل قصير ونبدأ النقاش أهلا بكم شاهدية العزة مرة أخرى إذن صنفت الجزائر من طرف منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2011 في المرتبة 112 من أصل 183 دولة هي أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد في العالم تصنيف انتقدته بشدة سلطات الجزائرية في المقابل نظمت وزارة العدل الجزائرية ندوة خاصة بمكافحة الفساد قال وزير العدل الطيب العيز على هامش أشغالها أتحدى أي شخص يثبت أن هناك سلطة أو شخص تدخل أمام قاض في قضية معينة من قضايا الفساد طبعا في نفس الأسبوع نشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دراسة حول ظاهرة الفساد في الجزائر تحت عنوان المواطن في مواجهة الفساد وقد شملت هذه الدراسة 1600 جزائري من الجنسين ومن مختلف الأعمار والخلفيات نتابع هذا التقرير ثم نواصل النقاش نشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دراسة حول ظاهرة الفساد تحت عنوان المواطن في مواجهة الفساد الدراسة التي شملت 1600 مستجوب في الجزائر خلصت إلى أن 88% من المواطنين المستجوبين يعتقدون أنهم غير محميين ولا يشعرون بالأمان عند التبليغ ورأت الدراسة أن نسبة 51% من المستجوبين يرون أن أهم العرقيل التي تحول دون كشفهم الستار عن قضايا الفساد هي خوفهم من أن يصبح طرفا في مجرى المحاكمات القضائية كما أشارت الدراسة إلى أن 78% من المستجوبين ليسوا على طلاع على القانون 0601 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته واعتبر 82% منهم أن الفساد يعد جريمة أو جناية بينما اعتبر 85% منهم أن الأحكام التي ينطق بها القضاء بخصوص قضايا الفساد أحكاما خفيفة فيما رأى 31% بأن المحاكمات الخاصة في قضايا الفساد تتم بناء على ما تريده الصحف من قضايا أما القضايا الأخرى فتتم إما بناء على تقديم شكوى أو تبليغ أو رسائل مجهولة واعتبر 85% من المستجوبين أن المسؤولين السامين يتمتعون بحصانة أمام القضاء في حالات قضايا الفساد إذن مشاهدي العزالي منقشة هذا الموضوع معي عبر خدمة سكايك من مدينة ليون الفرنسية رئيس تحرير صحيفة الكوتيديان دولجيري الأستاذ جمالدين بن شنوف ورحب بك أستاذ جمالدين في هذه الحلقة دعني أبدأ بالتقرير الذي أعدته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حول ظاهرة الفساد في الجزائر علاقة المواطن كيف يرى المواطن الجزائري هذه الظاهرة كيف يتعامل معها سؤالي أكثر شي لفت انتباهها كنت تقرأ في هذه الدراسة وهذا الاستطلاع للرأي في الحقيقة يعني أنا لو كان نصيب لما نتكلم عن الفساد يعني رشوة بصفة عامة ما نوضعوش كل الفساد في مزود واحد في الحقيقة نتركش الفساد هذا يتنوع أو يتصنف من نجموش نديره مثلا الفساد لخص مثلا استيراد الأسلحة والأجهزة العسكرية اللي المبلغ تحلى ربما في العشر سنوات الأخيرة هذه ثايت المئة مليار دولار والنسبة تحلى الفساد تحلى عشر مليار دولار يتقاسموهم يعني فئة قليلة من الخيادة الحقيقية اللي في النظام واللي هي متولية على هذا الأمر من نجموش نديره نصنفه هذا الجانب بتاع الفساد مع الفساد هذا الموظف الصغير في بلدية ما في الجزائر العامقة ليبيع في الوثائق الحالة المدنية بمياد دينار نعم من نجموش نديره ملايير دولار تحلى فساد تحلى رشوة حنانة كما يقولون تحلى قص تحلى تحلى نعم نديروها مع 4 سور دي هذه يعني أول ملاحظة طيب يعني لكن يبقى في الجزائر بالنسبة للجزائرين يقول لك باللي قضية هذه مرتبطة بهذه يعني أنه الفساد هو الفساد الرشوة هي الرشوة يعني الذي يتدرب عن أنه يقبض الرشوة عشر دنانير يقبض رشوة عمية دينار ويقبض رشوة مليار يعني وكأنه في هذه الدراسة وكأنه هناك جو عام يعني يوفر المناخ أنه ينتشر الفساد تنتشر الرشوة أنا نحاول نقرأ من خلال هذه الدراسة عن تاع الرابط الجزائري يعني حقوق الإنسان نعم أنا معاك 100% لا اختركش هذا الفساد في الحقيقة يعني مش آفة اجتماعية مش حتى ممارسان نقوله سلبية هامشية للنظام لا الفساد هذا هو من الطبيعة الحقيقية حتى نقول يعني إذا صح التعبير من الهاوية العاميقة لهذا النظام النظام هو في ذاته فساد وحتى الأمور لي مثلا يحققها تبني الناس باللي خير مثلا جاب 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 سيارات جاب جاب خدم أوتوروت طريقة سريع ده تبني مليحها ولكن من وراءها يعني لو كان حلو نلقاوا يعني طابعة المشروع في ذاته فساد الشي اللي يخلها الناس هذن يتجهوا حتى في الشي اللي يبني خير اللي يبني فيها مليح اللي يبني فيها صلاح في الحقيقة من وراءه فساد حقيقة ولكن نحن نجموش نحكم الفسادك مزود واحد نقول الفساد وكل بكيف كيف مع الله مش كيف كيف وزيد بزيادة أخويا سعليم يعني هذه ملعظة حبيت نبيرها الفساد في الجزائر موش قلبها مثلا غانيمة مالية غابة ناس كل يجي كل واحد ينطر كما يقدر ينطر ويروح هذه عملية مضدروسة عندها أسلوب عندها تقنيات عندها حتى رب العائلة لو باتير فاميلياس يعني إذا نقدرنا نعبر ليوزع قال هذا من أعطيها كذا هذا المثالين اللي عم في الجوهر في قلب النظام هم يكلوا مثلا بينما من يكلوا يكلوا من صفاقات الأولياء يعني الفساد الأكبر الرشوة الكبرى يكلوا من صفاقات هذه تاعة الاستيارات السلاح ويكلوا من واحد من هذوك الآليات والميكانيزمات المالية الناجة من بيع النفط والغاز نعم كانوا واحدة الآليات المالية يعني اللي يدخلوها اختصاصيين كما شاكد خليل مثلا اللي يكلوا منها كان فساد كبير فيها ولكن ما يعرفوا وما كانش حتى الصحابة يكتب عليها لحد اليوم حتى الساعة هذه لا وكاين مثلا لنا نقولوا دائرة ثانية هذا النظام يقول الضركة نا لازم نعرف كيف نوزع هذه الصرة هذه باش نقنع الناس كل وباش نخلق حلفاء طبيعيين للنظام وهذا هو شيء اللي يفسرنا كيفاه نرط في الشعوب العربية تقريبا في كل جهة إلا في الجزائر لها في قلب النظام المغرب في الجزائر وينها البلاد الوحيد لديه الحدود مع كل البلدان المغربية ايه الجزائر ولكن مع هذا ما صار فيها وحده هلاذ؟ اخترت النظام أعرف فيه ضمن النفسه واحد لحالة لبنج الناس لدرجة الفسادة وطرشوه هذا لم يكن لاش وحده ذكي كان هناك كل واحد يدوروا عليها واش ندير؟ مش هاذ الفساد وسعوا للدرجة من الله ربما اليوم نقدر نقول ربعين في المياه والله خمسين في المياه من الشاب تبنج راه وياكل تمسوه كنتمس النظام كنتمسيتني أنا أنه عمري ما كنتم منها عندي ساكن وعندي سيارة وعندي ميكروكريدي ونقدر ندخل كونترونير على الحدود بلما نفوت إلى الجامار ونقدر معيها ونقدر ما نخلص الغرامة ونقدر طيب سي جمال دين أنت دخلت رانا وكاننا نتحدث عن مشكل اجتماعي اقتصادي بروبلم سوسيو كونوميك وعميق عميق جدا في الجزائر وأنا نخاف لك أن نكون نتهمه في كل الناس بأنهم متورطين في هذا الفساد أنا سنكمل معك هذه الفكرة قضية أن يكون واحد متورط في الفساد في الرشوة داخل هذا ما يسمى هذا الميكانيزم اللي أنت تتحدث عليه وبين الناس اللي ممكن يورطوهم بالسيف حتى يدخلوا في هذا الميكانيزم قبل ذلك أريد أن نشرك معي في النقاش معي عبر الجزائر عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ مصطفى بوشاشي المحامي ورئيس الرابط الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان وهي الرابطة التي أعدت هذه الدراسة وهذا الاستجواب الذي أذكر شمل 1600 جزائري من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية وأيضا من الجنسين واعتبر الكثير من المراقبين بأن هذا الاستجواب فعلا دق نقوس الخطر حول ظاهرة الفساد أرحب بك أستاذ مصطفى بوشاشي مساء خير أهم أهم ملاحظة يعني يعني وننقرأ في هذا التقرير لمست أنه فيه يعني خوف من الجزائريين أنه يبلغوا عن ظاهرة الفساد يعني أعطيني لها أكثر تفاصيل هل عدم وجود حسانة قضائية فقط أم أنه مثل ما قال ضيفي الأستاذ جمال دين بشنوف أنه في النهاية كل واحد رابح من هذا السيستم يعني من هذا النظام يعني لا أعتقد بأن كل الناس رابحين هناك أقلية من مرتزق من النظام ومرتزقت النظام هم الذين يستفيدون لكن أغلبية الشعب الجزائري لا تستفيد من طروات وغنى هذا الوطن طبعا الفساد والرشوة انتشر بشكل خطير في الجزائر ومس كل القطاعات وكل دوالب الدولة في أعلى مراكزها لكن الإشكالية كل الناس الذين يعملون وذين لا يعملون في الإدارة الجزائرية يعرفون بأن هناك فساد وهناك رسول لكن لدينا في الرابط الجزائرية يعني أناس تقدموا من الرابط وأكدوا بأنهم بلغوا عن المديرين التنفيذيين وعن مسؤولين سامين يقومون بالرشوة والفساد ونهب المال العام ونتيجة بعد تقديمهم للبلاغ إلى القضاء بقيوا سنوات وعزلوا من مناصبهم وشردوا وشردت عائلتهم هذا المثال وهذا دفع برابط إلى القيام بهذه الدرافة ولاحظنا وخصوصا أن العين التي قامت بالرد على السؤال الرابط هو أغلبهم من الشباب ومن الموظفين الذي قالوا بأننا نخاف في تقديم بلاغات عن الفساد في النظام الجزائري لماذا ليس هناك حماية لهم في وظائفهم ثانيا ليس هناك سلطة قضائية مستقلة يمكن أن تحميهم أكثر من ذلك أن المتابعات القضائية هي متابعات انتقائية يتابع الموظفين البسطة ولكن لا يتابع أبدا المسؤولين الساميين الذين يختلسون حقيقة أموال كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر